رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران علي اكبر هاشمير افسنجان اتهامات القيادي في الطيار الاصلاحي محمد علي ابطحي بانه عقد تحالفا ثلاثيا جمعه مع رئيس السابق محمد ختمي والمرشح الخاسر في الانتخابات مير حسين موسوي وكان ابطحي قد وجه الاتهامات خلال الجلسة الاولى من محاكمته مع متهمين اخرين عقب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية ضربة الموجعة تلقاها الطيار الاصلاحي الايراني بعد التصريحات المفاجئة لاحد قياديه البارزين وهو محمد علي ابطحي تلك التصريحات التي استدعت ردا من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمير افسنجاني وجبهة المشاركة الاصلاحية الايرانية سارع افسنجاني الى نفي اتهامات ابطحي له بالتحالف مع الرئيس السابق محمد ختمي والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي وشدد على انه لم يؤيد اي مرشح في الانتخابات ولم يكن له اي دور في الاحتجاجات التي اعقبتها لكن تصريحات ابطحي لم تنتهي عند هذا الحد فقد اقر الرجل خلال محاكمته بان الانتخابات كانت نزيهة وان التيار الاصلاحي رفع شعار التزوير ليحث الناس على النزول الى الشارع وقد تحولت مسألة التزوير الى اذن بالشغل وقد رفع شعار التزوير بعد الانتخابات مباشرة لدفع الناس للخروج الى الشارع واعتقد ان مواقفنا تغيرت لاننا ادركنا اننا ارتكبنا خطأ كبيرا وان هذا الخطأ اضر ببلادنا جبهة المشاركة الاصلاحية الايرانية اصدرت بيانا اعربت فيه عن اعتقادها بان محاكمة السياسيين بارزين في تهران هو استعراض مثير للسخرية لان اعترافات ابطحي جاءت وليدة اكراه الجلسة هذه هي الاولى في محاكمة مئة شخص من بينهم سياسيون وصحفيون بتهمة تهديد الامن القومي والاعتداء على ممتلكات المواطنين ومؤسسات حكومية وتصل عقوبة تلك التهم الى السجن خمس سنوات علامتي بي بي سي